يعني دلوقتي مفيش حد يعني من المفترض انه بيتجبر على حياها ومش عاوزها هو دلوقتي الطرف الاقوى في العلاقة يمكن الست تكون معندهش عائد مادي فماش هتعرف تمشي بس الراجل ايه حجته في انه ما يمشيش يعني ايه مشكلته في انه ما يمشيش يعني ايه ما يمشيش يعني ايه ما يمشيش يعني يمشي وينفاصل ويتجاوز واحدة تانية لا انا بقى بقولك هو لكن هو عايز كل حاجة عايز البيت والشكل الاجتماعي هو عايز حبيبة وزوجة وعياله وصاحبة صديقه على الجانب الاخر لا حاجة تانية انا ما شفتش في حياتي واقدر انا لا تحسب على الناسبة اللي انا بقولها دي انه سبعة في المية من الرجال اللي هيعرف يقف لمراته يقولها انا هتجوز عليك وبما يرضي لا من غير ما يبقى وحش عشان واحد اتنين تلاتة اربعة انا عايز واحد يقف يقولها كده كلها نادرة وعند رقاش مشاكل يعملها لكن انت دلوقتي بتلعب على الجنبين في واحدة متضمارة نفسيا ويعندها ابن مفروض توقف على حيلها عشانه وكان عايز يضيع مستقبلها وياخد الشقة اللي جايبها الابنة اللي هو ممكن يعاني لو هي لقدر الله توافت في اي وقت مش اللي هتجع فيها الحتة دي عايزي ان اتوقف عندها ليه انا الحتة دي انا اوافق بداه يعني ليه عقلي ما بيشتغلش في الفترة دي ان رجل ده بيستغلني بس اني اقوى غريزة الامومة ولا الاحتاجة العاطفية اه حتة انه كانت عايزة اتأجل عملية ابنها على حد عشان ما تخسرهوش دي خطفتني شوية ايوه انا دي افضلتهم انا بذكرتك يعني انا ما بحكمش عليها خلص لان انا ما جربتش غلوة الضانة طالما انا مش مكانها لكن الفكرة كلها انه انه طالما خلفنا يبقى انا ربي احنا ما جربناش بقى لسه يا وفاء انه غلوة الضانة بس علم النفس يقول ايه يعني مش احنا نريجي لاختراحها الامومة اعلى ولا كزوجة اعلى مش فكرة مين اعلى هي اي حرية اتبعها مسئولية مفيش ابدا ابدا بس بيلك شعور الامومة ده لا يضاهي اي شعور ده بيلك اعز من ابويا وامي انا فهمها بس هي الفكرة ان هي لازم تاخد بالها من ابنها وتربيه دي مش حرية شخصية ان هي مش عايزة تخسر الشخص ده عشان خطر ابنها فسوري مش عايزة تعمل عملاتي ابنها عشان ما تخسرش الشخص ده فهي دي فكرة انه دي مش حرية شخصية الامومة طالما انت خلفت بي لازم تربي يعني ما ينفعش تقول ان براحتك المشكلة انك اخترتي انك انت انك انت بتسبيش المكانه علشان ما تخسرهوش او ترجعي ما تلاقهوش لا وما خديش بالك من اصرارها يا وفيها عايزة ترجع ما تلاقهوش ده تعلق دي متعلقة بيه جدا جدا وشايفة ان هو طول الوقت هو حد هو مش عايزة يغيب عن نيها ومتعلق وعندها هلع انه ممكن يستاذها منافزتش غير لما الدكاترة قالولها انت لازم تعمل عملية هي انها تكتب جملة زي دي ده معناها ان هي اوحد مرة واثنين وثلاثة مع الدكاترة انه الدكاترة قوي لو ما تعملتش هتبقى مشكلة كبيرة قوي انت بتأكدي على المعلومة ده معنا ان انت حاولت مرة واثنين وثلاثة ازاي وهي مجلاش شك واحد في المية ان هو بيتحك عليها شقة اللي اتباعها وتعمله محل ما هي الفكرة ان احنا محتاجين وما حكيتش حتى ضمانات نحذر الناس اللي بتفكر كده انه لما يتم استغلالك لازم توقفي العلاقة دي استغلالك بقى مديا جنسيا اي استغلال اي نوع من انواع الاستغلال لازم توقفي العلاقة دي طب البنات اللي بتقولك انا هدفع معاه في الشبكة واحنا لسه على البر حتى لو خطوبة ده استغلال انه انا معيش مش قادر اكمل فيديها شبكتها مثلا من غير ما حد يعرف عشان تكمل الشقة معاه بصي الارتباط مقاييسه مختلفة الارتباط الرسمي الخطوبة والجواز مقاييسه مختلفة يعني ممكن الستة تساعد جوزها وممكن تبيع دهب عشان تساعده صح او طبع بس دون متجوزين طيب بس في امام في العلاق وانت عارفها في الاخر انك بتعملين لولادكو لكن قبل ده ما يحصل انت بتعملين مين بتعملين له هو بس فانت عرفت منين انه هيتم تقدير ده او هيتم تعويضك فلازم تبقى واخد بالها جدا عشان كده بقول تعلقها بمرضي لان هي حطا اعلى من ابنها واعلى من نفسها واعلى من وضعها المادي وهي تبهدلت طب انت مش حاسة انا حالتي المادية مش فرق معايا بعد التعب ده انا نجي اديم شعب انت مش حاسة انها شايفة نفسها او الليل عشان كده بتعمل كده او يعني اللي بيتضحك عليه بيبقى شايف نفسه انه هي دي المكان انت تستحقها انت بتستحقش تكوني زوجة في النهو رؤيتها لنفسها فيها مشكلة لانها طول الوقت بتبقى شايفة نفسها قليلة فهي بتقبل بقى اللي حاجة بس هي لي مفكرتش انه ممكن ترتبط بحد احسن وحد لانه احيانا بلدنا هنا او الشرق الاوسط عموما يشوف المطلقة انه هي بتبقى درجة تانية ما تستحقش تاخد فرحة البنت العروسة اللي لسه بتتجوز وما تستحقش انت جربتي قبل كده وكمان انت بخلفها فانت شيلتك اتقل واكيد هيتقل كده من اهله كمان بالزبط فهي بتلاقي نفسها كده ازاي نخلي الست تحس انها غالية يعني انا عايز اعرف كده ايه اللي بنعمله عشان نحس ان انا غالية قوي الست محتاجة تبني علاقة بينها وبين نفسها ايه بقى وتفهم انه يعني الماضي بصدمات الطفولة بجروح الطفولة بيتعالجوا يعني تفهم ان هي لو هي وغدة فكرة سيئة عن نفسها يبقى المفروض انها تتعالج اول حاجة قبل ما ترتبط قبل ما تشتغل قبل ما تعمل اي حاجة عشان ده هيأثر على قراراتها في كل حاجة في حياة لازم اذا شايفة نفسها قليلة تعالج ده هاي فيه ناس على فكرة انا اتفاجأتني فيه ناس بتعمل ده بدون علاج بدون ما تروح للمعالج حتى هنا في البرنامج بنحاول ندي تيبس كده نعملوا كذا 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 تقرأ كتب اي كتب في تطوير الزيت تنمي زكاءها تفهم نفسها بالظبط كده انا شفت ستات كتير انبهرت بهم جدا على فكرة بيشتغلوا على نفسهم بعد اقول لهم هو مين بقى الدكتور اللي عارفة اللي ايدي تتلفف حريق ايه اللي عمل الألماظات العمل الدماغ دي انا اعتمدت على نفسي وقريت وبقرأ كتير وبحاول اصلح طول الوقت وبتنجح في التغيير ودي من طبقات اجتماعية مختلفة طب حاجة كمان اي واحدة تتطلق لقدر الله لازم تلجأ لثيرابي او تروح لدكتور نفسي اي حاجة في الدنيا غير معتدة بتحصل في حياتك انت محتاجة تهندليها نفسيا مع متخص ايه ايه اطلاق الجواز يعني قبل ما نتجوز نروح ده كتيرا نفسي لا احنا بعد كده هنتعالج والله ما قبلها أبدا انا بيجيلي كابلز مخطوبية قبل ما يتجوزوا عايزين يحلوا مشاكلهم الكابلز يعني الكابلز ثرابي متعملش للمتجوزين بس لا ليه ده عايزين يبتدوا بشكل مرتب يعني انتو مش هافيت تحلوا مشاكلكم لا 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 احنا بنروح للدكتور ده لما الجران بتسمعنا لا فبنضي فكرة ومامتي خلاص مش طيقانة فبنضطر نروح للدكتور رشان عشان شفت وصلتنا لايه اه اه فاحنا بنعمل كده لكن معقوله احنا مخطوبين ومفوض نروح لتهافست اه انا جيلي مخطوبين كدير علشان خاطر هما يبتدوا حياة مرتبة وساعات بيبقى في بينهم مشاكل طب عايزين نعرف هنكمل نتجاوز ولا ولا نفك دلوقتي وده افضل من انهم يدخلوا في جوازة عمرها قصير ليه اللي يتجاوزوا ويطلقوا اذا كان ممكن ينفصلوا من بدري طالما احنا ما ننفعش البعض فشالك طريق التفكيرهم صح جدا في حتة تانية بقى خالص وليه نظرية اللي تظلم ليه لازم يظلم مش عايزة اكد عليها بس هي الاغلبية لو انا هقول برضو وبتبقى اسؤول عن كلامك لانو ده انا شفته اللي تظلم بيظلم اقول لك ما انتو كنت فين وانا قهد الواحدة سنين وملاقيتش اللي ده هو ده اللي يساعدني ليه انا مغدوش جربتي تعودي من غير راجل تلاقي بتقولك اف وشك طب امتي تقولتش اللي ده ملاقيتش اللي الجوز نهد يعني فاسيبي نهد في حلقي وجوز تيجي تقولك جربتي تبقي مطلقة لما ما تعرفيش احساسات المطلقة ما تتكلميش انا المجتمع ظلمني انا اهل وظلمون انا ما خدتش بقية حقوق فبتلاقي انه بيبقى صعبان عليكي الجاني والمجني علي بالزبط نعم ليه اللي تظلم لازم يظلم واحنا زبنا ايه ما هي ما بتبقاش عرف انها بتظلم هي شايفة زي ما بتقولي كده انها بتاخد حقها من مين من القدر يعني انا دلوقتي ما خدتش حقي وما كنتش موفقة في جوازي فاللي هيحبني ويعملي اللي انا عاوزها هتجوزه حتى لو ها متجوز ثلاثة يعني مليش دعوه ها حتى لو انت كنت لم يسبق لكي الزواج قبل كده بس انا عايز اقولك على حاجة سالي خدي بالك ان انت في كلامك بتحملي برضو الست اكتر من يعني هو الرجل ده الرجل ده مش عنده مخ برضو بيميل الست التانية ولا ايه لا ما بيميلش لا انا بحسب نفسي انا على افعالي حتى نفسي مكان الست الرجل لو اخدني لعبة بل اراجوز بيظهر وقت ما يحب ويرجع وقت ما يحب وعمل حركتين معياله قدامي عشان يجيبني هو عارف احتياجي وخلي بالك هي ما ذكرتش مراته خالص في القصر اه انا مستعربة لعبة يعني ده انا شايفة انه اقل من ان احنا نتكلم عليه انا عايزة اويها هي لان الرجل يعمل لو عايزه مهم هيعرف يخشيلي انا ولا لا اه انا اديتك الفرصة ولا لا هو يستي راجل وحش هو يستي راجل مجرم ساهمتي معاليف الجريمة انت مين انت اصلا تفكر تكلم معايا كده تقولي باي شقتك وعيالك وبتاع دي غلطة كبيرة جدا ما انا لسه ايلالك هي حطافه كل حاجة حطافه ابنها حطافه ظروفها المادية هي عايزة تتجوزه عايزة بس ويعمل اللي هو عاوزه فطبعا انها حطا اولوياتها وهو مش حطتها اولوياته دي مشكلة وبرضو هرجع هيلايت الحتة دي وفوق يعني اركز عليها للبنات هو ده لما تكوني مش اولويه عند الرجل اللي انت مرتبطة بيه امشي 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 ازاي وانا قلبي وجعني امشي ازاي وانا تعلقت بيه امشي ازاي وانت تعافي عنين مثل بيقولك واجع ساعة ولا كل ساعة لا مين قالك انه واجع ساعة ده فيه مورننج تاكستس المسيجات بتاع الصبح الجيل الجديد جنراتي او احنا يعني بنا نسمينها مورننج تاكست انه صباح الخير يا روحي فيه انه جودنج تاكستس فيه ازاي هتتعودي انك بتقومي على تليفون البوين انت خياني بيكلموني يا لو عايزين غير الابوبة باشا هتتعودي يعني بتبقى صعبة انه حتى لو انا عديت من جنب راسترنت او مطعم ترى اذا كنا بنقعد فيها صعبة علي حبيبي كان بيحب يشرب مياه الساعة ستة غصبا عنك غصبا عنك فعلا وهي بتبقى وقت صعبة بس هتعدي هتعدي زي غيرها يعني انما الاستمرارية في علاقة مؤزية اصعب بكتير على فكرة يعني انا هاسألك انت ممكن انت يلعب لانك اي راجل بيقولك لا دي مش حقيقة بيبقى طفل كبير ما هو دي حاجة مرضية لا هو بيحب يدلع لا انا احب وانا نازل تقولي لي ايه الحلاوة دي او استاذ محمد طمع الست الست ملهاش 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 نفس برضو انه يتقلها ايه الحلاوة دي هيقولك يعني هو هيقولك الكلام ده بس هو يحبك انه على طول تشجية حلوة البطة جميلة فأنا عايزك مبورة او بالزبط مهودات دي طفولة ايه ها دي مش طفولية انت بقي شايفة الهيرو اه لي يا وفاء اذا كنت انا مش الهيرو بتاع نفسي انا في قصتي انا انا ممكن اكون سيئة في روايتي مش لازم تبقى انت الهيرو في كل حاجة وده بيرضي شعور اه فيه ستات بتعمل كده لانهم بيكسبوا اكتر من ده اه دي بتاع تنفخ فيه انا بقعد ابص كده وبعين تيجي بعد يعني بعد ما تقفل مع المكالمة او 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 مثلا نبقاعدين مثلا عندها في البيت ويخش هو ده فاهم ما هو ده اللي ايه هو ده السيز محسن اللي اعملت يا حبيبي وحاشتيني ومانا ربنا يخليك لي نما اقولها جبت لنا نص كده وخوخ ده انا مش بيصدق نفسي ده العملي بكلت في بيت ابويا الخوخ ليه وده بجده حلو اه بصي الموضوع ده لو اتعمل والست بتحقق من وراء ما يكسب عادي وعيشة مستقرة اه ولكن الستات اللي بتعمل كده الفاضي والمليانة دي عندها مشكلة انا بيقولك ده جميل ابيقولك عشيتي لو طنشتيه وفترتيه بملايق ما فترتوش بما يرضي الله هتيجي تفتره واستاذة صارة في المكتب بما لا يرضي الله بزبط يعني اللي لازم ممشي وراء حاجتي شفت بصت بنتي بإستغرام ومبغورة بشركها انه لما كانت نزل المستشفى نزل معيها ايه ده نعم طب المفروض يعمليه بص يا ناديما بقولها حاجة ما تاخديش غير الراجل اللي هيجبلك الجلطة ويفضل اعجم وبي طب طب عليك يتون ما هو قاعد سلامتك يا حبيبتي سلامتك وفعلا يعني ما هو السبب بصوت ضميره مقنقه ما هو الرجال يعني ايه روح معي المستشفى ده حاجة عادية ما هي البنات من كتر حاجة ما حصلتش البنات من كتر ما شافت غزلان اه او بالطبع من ايه مش ترجع تاني اه حاست ان اقل حاجة بتتعامل ما هو ده برضو لو ان لاقب رؤيتك لذاتك اذا انت بتحترمي نفسك وبتحبيها وبتقدريها هتشوف انك تستهلي كل حاجة حلوة اذا شايف نفسك قليلة يا لما يعمل حاجة بسيطة قوي انت هتعود تتنطاطي